يوماً بعد يوم نعيش في عالم مليء بالأحداث والمفاجآت نختبر قدراتنا على خلق واقعنا الخاص كل يوم يأتي محملاً بفرص جديدة وتحديات تنتظر أن نواجهها ولكن هل فكرت يوماً في كيفية تأثير ملاحظاتك وتركيزك اليومي على واقعك؟ ما نراقبه ونركز عليه يصنع الفارق الحقيقي في حياتنا ويلعب دوراً حاسماً في تحديد واقعنا تلك الوظائف التي نبحث عنها أهدافنا المالية والأحلام التي نسعى لتحقيقها كل هذا يحدد مصارنا إن توجيه اهتمامك نحو الأمور الإيجابية والمستقبلية له تأثير عميق على نجاحك وسعادتك على الرغم من أن هناك العديد من التحديات والمشاكل التي نواجهها في حياتنا اليومية إلا أن التركيز على الأهداف والمستقبل هو مفتاح الارتقاء بنا إلى مستويات جديدة من النجاح والسعادة في هذا الفيديو سنلقي نظرة على الأسباب التي تجعل مراقبتك اليومية لأمورك وتركيزك تأثيراً كبيراً على واقعك وكيف يمكنك الاستفادة من هذا التأثير بشكل إيجابي؟ أولاً تحديد الأهداف وسقل الرؤية ما تراقبه يومياً يمكن أن يكون جسراً لتحقيق أهدافك إذا كنت تركز على تحديد أهدافك وتحسين رؤيتك للمستقبل فإنك تمهد الطريق للنجاح تحديد أهدافك يساعدك على التركيز على المهم ويمكنك توجيه جهودك نحو تحقيق تلك الأهداف يمكن أن تكون هذه الأهداف مهنية، شخصية أو حتى روحية عندما تكون لك أهداف واضحة، تصبح أيامك موجهة نحو تحقيق تلك الأهداف تكون خطواتك اليومية جزءاً من مصارك نحو النجاح تحول الواقع يبدأ بتحديد ما ترغب في تحقيقه سواء كان ذلك في مجال مهني أو تعليمي أو حتى شخصي لذلك قبل أن تبدأ يومك، خذ بضع دقائق للتفكير في أهدافك اكتبها وفصلها إلى أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ثم قم بتحديد الخطوات التي يمكنك اتخاذها اليوم للتقرب أكثر من تحقيق هذه الأهداف مثلاً، إذا كنت ترغب في التقدم في مجال مهني يمكنك البدء بتطوير مهارات جديدة أو بناء علاقات مهنية أقوى إذا كنت ترغب في تحسين صحتك يمكنك تخصيص وقت يومي لممارسة الرياضة والتغذية الصحية كل هذه الخطوات اليومية تتجه نحو أهدافك وتبني واقعك بناء على تلك الرؤية ثانياً، تحسين الإنتاج والكفاءة الإنسان هو من يشكل واقعه بأفعاله اليومية إذا قررت أن تكون أكثر إنتاجية وكفاءة في أداء مهامك اليومية ستلاحظ تحسيناً ملموساً في واقعك كن مستمتعاً بالعمل الذي تقوم به وابذل جهدك بأقصى إمكانياتك الكفاءة في العمل تفتح الباب أمام تحقيق أهداف أكبر عندما تعمل بكفاءة وتركز على الأهداف بدلاً من المشاكل والسلبية تبني واقعك بناءً على رؤيتك وتطلق العنان لإمكانياتك قد يبدو الأمر صعباً في بعض الأحيان ولكن عندما تستثمر في تطوير نفسك وتحسين كفاءتك ستكتشف أنه بإمكانك تحقيق الكثير ثالثاً التأثير الإيجابي على الصحة ما تأكله وكم تمارس من التمارين وكيف تدير نومك وراحتك اليومية كل هذا يؤثر على صحتك تغيير عاداتك اليومية لصالح صحتك سيصنع فارقاً كبيراً في جودة حياتك يجب أن تكون عناصر واقعك اليومي ذات تأثير إيجابي على صحتك البدنية والنفسية عاداتك اليومية تشكل أساس صحتك عندما تهتم بتناول وجبات متوازنة ومغذية وتمارس الرياضة بانتظام وتسيطر على مستوى التوتر والقلق فإنك تعطي جسدك وعقلك الأدوات التي يحتاجها للعمل بكفاءة تشعر بالنشاط والحيوية وتكون أكثر إنتاجية لذا قم بتقييم عاداتك اليومية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين ابدأ بخطوات بسيطة مثل زيادة تناول الفواكه والخضروات وممارسة نشاط بدني بانتظام والاستثمار في أوقات الراحة ستلاحظ تدريجياً أن تلك العادات تصبح جزءاً طبيعياً من حياتك وستشعر بالفارق الإيجابي الذي تحققه على مستوى الصحة والعافية رابعاً بناء العلاقات والشبكات علاقاتك وشبكاتك اليومية تلعب أيضاً دوراً كبيراً في واقعك اكتساب مهارات التواصل وبناء علاقات إيجابية يعززان حياتك بطريقة لا تحصى تكوين العلاقات الجيدة مصدر للدعم والفرص عندما تتواصل بفعالية مع الآخرين وتبني علاقات صداقة قائمة على الاحترام والثقة تجعل لنفسك مجتمعاً داعماً يمكن أن يساعدك في تحقيق أهدافك التركيز على بناء شبكتك الاجتماعية والعمل على تطوير مهارات التواصل يمكن أن يكون له تأثير كبير على واقعك قم بمشاركة اهتماماتك مع الآخرين وكن مستعداً للاستماع إلى أفكارهم وتجاربهم كل علاقة تبنيها تمنحك فرصة للتعلم والنمو خامساً تكوين عادات إيجابية ما تميل إلى القيام به يومياً يصبح عادة وجزءاً من نمط حياتك لذلك من المهم جداً الانتباه إلى الأنشطة والعادات التي تمارسها يومياً لأنها تلعب دوراً كبيراً في تشكيل واقعك لبناء حياة أفضل وأكثر تحقيقاً يمكنك البدء بتطوير عادات إيجابية تدعم أهدافك هذا يمكن أن يشمل تخصيص وقت يومي للتعلم والنمو الشخصي ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على صحتك وتوجيه الجهود نحو مشاريع وأهداف مهنية أو شخصية محددة ذكر نفسك دائماً بأن تلك العادات الإيجابية ليست مجرد أنشطة يومية بل هي استثمار في مستقبلك ورفاهيتك الشخصية تغيير العادات يتطلب وقتاً وجهداً لكنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على جودة حياتك وسعادتك أخيراً التأثير على مستقبلك ما تختار القيام به يومياً يشكل طريقتك في النظر إلى المستقبل إذا كنت تركز على تطوير نفسك وتحسين وضعك الحالي فإنك بالتأكيد تنحط مستقبلاً أفضل بالتأكيد ما نقوم به يومياً هو ما يصنع واقع حياتنا تركيزنا على تحقيق الأهداف وتطوير أنفسنا يلعب دوراً كبيراً في تحسين واقعنا وتحقيق النجاح لذا من الحكمة أن نكون حذرين في الأمور التي نختارها يومياً فلنتذكر دائماً أن ما نقوم به يومياً يصنع واقعنا لنستغل هذا الواقع بجعل أيامنا مليئة بالأهداف والإنجازات والسعادة توجيه تركيزنا نحو أمور تحسن واقعنا وتزين حياتنا هو خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل كن حريصاً على توجيه اهتمامك نحو ما هو إيجابي ومثمر تطوير عادات إيجابية والعمل نحو تحقيق أهدافك سيساهم بشكل كبير في تحقيق نجاحات مستقبلية لكن لا تنسى أن تجد وقتاً أيضاً للتواصل مع الأصدقاء والاستمتاع باللحظات الإيجابية في حياتك الاتزان بين التركيز على المستقبل والاستمتاع باللحظة الحالية هو المفتاح لحياة مكتملة ومثمرة